فإحنا صراحة الأجواء عندنا في السودان عصرة في العصر صعبة صراحة إحنا نتكلم بكل واقعية حتى لو لايبتنا متعودين على العصر لكن يعني الجو في السودان شوية مرهق جدا لما أنت تلعب عصر فأنا أعتقد أنه طلب الهلال الذي قبله بالقبول دي حاجة إيجابية جدا في مصلحة الهلال حاجة إيجابية جدا في مصلحة الجماهير لأنه برضو إحنا فرقنا تعتمد على الجماهير بشكل كبير جدا الجمهور عندنا في السودان جمهور مؤثر جدا جمهور ممكن يقلب النتيجة ممكن يبدأ لك نتيجة بالذات جماهير القمة دي بتحفز اللعبة تحفيز بطريقة واضحة جدا جدا يعني إحنا في السودان والقريب كنا أعتقد بنسمي مرعب الهلال هو مقبرة الخصوم الخارجيين والسبب كان جماهير الهلال لأنه جماهير الهلال كان بتأدي أداء كبير جدا يعني بيحفز اللعبة فأنا بقول أنه اللعبة المسائي لعب يعني أكتر من من يعني أفضل كتير جدا من اللعبة بالنهار لأنه أجوائنا يعني إحنا لو كنا أجواء أوروبية أنا بقول لك بالنهار ما فيها مشكلة لكن أجوائنا بالجد مزعية شديد طالما إحنا تحكمنا ولو لدارية كبيرة جدا في موضوع الإضاءة أو كذا أنا أعتقد بالمساء كويس جدا جدا بالمساء الناس ذات الجماهير عندها مساحة كبيرة جدا أنها تجي خاصة أثنين نحن في السوداء عندنا إذا أدار تأخذ المباراة الساعة 8 أنت لازم من الساعة 5 تكون داخل المباراة أيوة بالضبط كده فأنت كده بتكون أديتهم فرصة كبيرة جدا نعلق الأشغالهم أعمالهم إندي زحات كبيرة منها خلال اليوم وبعد ذا يمشي لمغازرة الهلال أضف لذلك أنا أعتقد بعض المحترفين اللي انضموا للهلال وهم كانوا كتيبة كبيرة ما أعتقد معظمهم بلعب كانوا بالنهار يعني فراقهم دي بتلعب أعتقد كده بلعبه دائما أجواء ليلية يعني فدي زاتها يعني المحترفين جداد ومحترفين محتاجهم الهلال إنهم ينسجموا سريع ممكن الأجواء سخنة دي شوية تزعجهم عموما القرار كويس والقرار إيجابي جدا جدا ونتمنى أنه الهلال وجمهور الهلال يستفيدوا منه بأكبر قدر في مباركة